موسيقى السلام عليكم يا أحلى عائلة في اليوتيوب عدت لكم بفيديو جديد عن ترويد الخنزير الغيني الخنزير الغينية عكس الهمصرات في الترويد فهي سريعة الترويد لكونها أليفة مع البشر لذلك شاركت معكم بعض النصائح التي أطبقها حاليا مع الخنزير الغيني المكان الذي تشاهدونه حاليا هو الركن اللعب الخاص بدرونا واللي هي أنت الخنزير الغيني الخاص بي أداهها في هذا المكان إذا كنت أريد اللعب معها أو أقضي معها وقت أطول لأن المكان واسع يمكنني الجلوس بداخله واللعب معها لأن من أهم الخطوات التي تجعل الخنزير الغيني يتعاود عليك بسرعة هو قضاء وقت أطول معه لأن الخنزير الغيني من طبعه لا يحب البقاء وحيدا قدم للخنزير الغيني دائما أكله المفضل من يدك لدي هنا الطماطم والخيار والكرفوس لحظت أنها تحب أكلهم الآن سأجلس بجانبها وأقدم لها الأكل قطعة تلو الأخرى بعد عدة محاولات حاولت إبعاد يدي عنها لكي أجعلها تتقرب هي من يدي وتأخذ الأكل حاول أن تلمس الخنزير الغيني بلطف مباشرة بعد تقديم الأكل له لكي يعلم أن هذه اليد تطعمه ولا تشكل أي خطر عليه بعد عدة أيام حاول تقديم الأكل الجاف لهم أو قطع صغير من الخضر وستفاجأ أن الخنزير الغيني يأخذ الأكل من دون أن يعض يدك يكون بهذا قد تعاود على أن هذه اليد تقدم له الأكل فقط ولا تشكل أي خطر عليه حاول أن تجلس بهدوء بقرب الخنزير الغيني لأن أي حركة مفاجئة سترعبه ولا تحاول أن تحمله في يدك أبدا استمر على ترويده حتى تلاحظ أنه يقترب منك كثيرا ويصعد ليجلس عندك فالخنزير الغينية حيوانة لطيفة وأليفة مع البشر بعدما تكتسب ثقة كبيرة تجاه صاحبها كانت هذه بعض النصائح التي اكتسبتها من تجربة البسيطة مع درونا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر